أهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم وجماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية الفصل 1090 من مانغا وان بيس وصل ولكن أحب أقول لك عزيزي القرصان ألقوم أسبوعين قادمة ما راح نشوف فيها وان بيس شوف يا جماعة أنا ما أعرف إذا السبب مسلسل نتفليكس الحي تبع وان بيس بس أنا متأكد وعلى حسب ما سمعت أنه معظم التأجيلات القادمة هو الحوث اللي في جدوى الأودا هي بسبب مسلسل وان بيس الحي اللي راح نشوفه عن نتفليكس الله يشغلكم بس الله يشغلكم من نتفليكس حتى أودا أودا الإنسان المثابر الذي يعني داء نادرا ما يغيب قروشته وقربته وقربته وقوم جدوله بسبب مسلسلكم تدرون إيش المشكلة بعد الزحمة دي كلها آخر شيء يطلع المسلسل عاطب عاطب اللعنة عزيزي القرصان ما عليه هي كده الحياة نتحمل عين الله سبوعين تمر بسرعة خلينا نبدأ وننطلق في رحلتنا الجميلة والمتواضعة بفصل 1090 من مانجا وان بيس الجميل والمتواضع برضو واللي كان بعنوان كيزارو قبلوا لايك للفيديو لو أعجبك واشترك في القناة لو ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات وتعال تابعنا لمواقع التواصل الاجتماعي وهم شيء تعال تابعني على تويتر تويتر يا جماعة صار يعطيك فلوس وانت تغرد انت غرد ويجيك فلوس يقلع عم الزحف تعال تابعوني على تويتر لانه راح يزيد التفاعل هنا غير كذا عزيزي القرصان اطلع على ظهر سفينتك وافتح اشريعتك وهيا بنا ننطلق ونسولف ونناقش الفصل 1090 من مانجا وان بيس كالعادة يا جماعة لوفي بس تحط في يده دندن موشي لازم يجيب ام العيد او يقترب من العيد بشوية الجيروسي الجيروسي انا ما افتكر الجيروسي يتكلمه مين ما يتكلم واحد غير الظاهر شانكس اقصد من القراصنة الجيروسي دقين على لوفي والاخ معرف بنفسه كالعادة وبكل ثقة اي معاكم لوفي ملك القراصنة او الرجل الذي سيصبح ملك القراصنة اوكي الى هنا الامور طيبة لوفي قاعد يقدم نفسه في الدندن موشي وكعادته عادي الله يعين تاب ام العاشاء وقال لهم انهم متحالفين مع فيغابانك والجيروسي والحكومة على حد علمي انهم ما كانوا متأكدين من هذه المعلومة لوفي اكد لهم متحالفين المصيبة درون وين يا جماعة الجيروسي سألوا سؤال غبي جدا انا الى الان مدري كيف الجيروسي سألوا هذا السؤال لانه اغبى انسان في العالم لو سألتوا هذا السؤال ما راح يجاوب عليه يقولوله اي لوفي مين اللي معاك مين اللي معاك جوة الجزيرة حق اليقهد قول ومع ذلك لوفي الخبل بغى يجاوب قال شوفوا يا جماعة يعني اذا حسبنا الناس المصابين ومن يعارف ايش بيطلع عدد بغى يكب العشاء بغى يكب العشاء شكرا ان روبين مسكته من اذن وقال قفل يا ولد يقلع ابو الحشيش اللي امك يلوفي كانت تتعطاه وانت في بطنها ايش هذا ايش الولد التحفى ذا عموما روبين قاطعته ولله الحمد ولكن المثير للاهتمام يا جماعة ان الجيروسي لما سمعوا صوت روبين كذا قال اوه هذا صوت روبين يا ولد صوت روبين بالنسبة للجيروسي صوت مثير للاهتمام جدا وجود روبين في القصة اصلا بالنسبة للجيروسي زي الكابوس كونها اخر رعاية اوهارة واحد الناجين المتبقين من اوهارة غير انه عندها معلومات معينة عن التاريخ المفقود كمان عندها القدرة على قراءة البونيقليف واللي فيها الاسرار اللي راح تطيح وتفضح حكومة العالم بس لحظة يا جماعة زحل او ساترن كان عنده معلومة مرة تخوف شوية وتوريق ايش الناس دولي وصخينوا عيال كلب زحل يقول اي شي داخل هذه الجزيرة طز عادي نخسره اي شي بشر ادوات معدات اسلحة اي شي طز نخسره الا ثلاثة حاجات هذه لازم ننقذها مهما كلف الامر اول حاجة سلامة الزق يوريك لازم تكون على قيد الحياة ولازم نضمن سلامتها وثاني حاجة ارشيف او ذكريات فيجابانك اللي فيها كل العلوم والمعرفة اللي فيه عقل فيجابانك وثالث حاجة محطة توليد الطاقة الخاصة بانتاج الماذر فليم ايوا يا وجي ايوا الحين تقطق الحين فلها اخيرا ضربت معاك نظرية وطلعت صح انا ما قلت لكم يا جماعة ان الماذر فليم مش سلاح قالكم مش سلاح الماذر فليم هو مصدر للطاقة هو مصدر لتشغيل سلاح فقط ومش بالضرورة مصدر طاقة لتشغيل سلاح هو مصدر طاقة بشكل عام ممكن يشغل اسلحة يشغل سلاح معين يشغل يكون مصدر طاقة لمدن لجزر لاماكن معين المهم نسجلوها عندكم الماذر فليم مثل ما قال الوجيه هو مصدر للطاقة وليس سلاح طيب يا جماعة خلونا ناخذ الموضوع حاب حب احنا مستعجلين عليش اول حاجة عندنا سلامة يوريك الجسدية ليش الجيروسي حريصين ان يوريك تظل على قيد الحياة والبقية يطز فيهم يموتوا او حريقة حريقهم لانها اول حاجة غير انها زق وكريهة هي عندها معرفة تامة بمعظم الاشياء اللي يعرفها فيجابانك والعلم والمعرفة اللي عند فيجابانك ولانها كمان ضمنت للجيروسي في الفصل الماضي انها عندها القدرة على اعادة او انتاج المزيد من الماذر فليم او مصدر الطاقة هذا اللي بواسطة ايمو سما قدرت او قدر انه يشغل السلاح هذاك اللي دمر له لوشيا ثاني حاجة عندنا ارشيف فيجابانك ليش حريصين على انهم يحموا او ينقذوا او ياخذوا ارشيف فيجابانك لانه ببساطة فيه كل العلوم والمعرفة اللي موجودة داخل راس بيجابانك ولكن ان تتخيلوا قد ايش راس بيجابانك مرة كبير فيه اشياء كثيرة داخل راس بيجابانك واخيرا وثالث حاجة سلامة جهاز او سلامة محطة توليد الطاقة واللي من شأنها انتاج الماذر فليم وهذه امرهين نبغى ننقذ هذا المصدر لانه ما يحتاج نعيد بناءه من جديد طالما انه موجود ونقدر ننتج من خلاله المزيد من الماذر فليم شوفوا يا جماعة اعتقد انه الثلاثة هذول فعلا مرة مهمين ولكن اهم شي من بين ذول الثلاثة هو ارشيف فيجابانك اقصد يعني لو الجيروسي اضطروا اضطروا ممكن يضحوا بيوريك طز فيك حريقة حريقك وممكن يضحوا بمحطة توليد الطاقة الله يعين نبني غيرها ولكن اهم شي من بين ذول الثلاثة هو ارشيف وذكريات فيجابانك لانه تخيلوا كم سنين من العلوم والمعرفة والاختراعات والاكتشافات موجودة داخل رأس فيجابانك واللي هي حاليا موجودة داخل هذاك الارشيف الجيروسي قالك يا ابو احنا فاضين نجيب عالم جديد ونبحث من جديد ونصنع من جديد خلاص يا ابو اجيب الذكريات والمعلومات الذين اللي موجودة عن فيجابانك ويعطيها لعالم ثاني يكمل ما بدأه فيجابانك وين قدرنا ننقذ الثلاثة الاشياء هذي كلها بتكون حاجة مرة كويسة الماذر فليم يصير انتاجه عندنا موجود ذكريات وارشيف فيجابانك وكمان عندنا يوريك التبن اللي هي جزء من فيجابانك وغير كده يا جماعة لاحظوا ان زحل قال معلومة مرة 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 مستفزة في فصل اليوم قالها قدام احد ضباط البحرية يقول اهم شيء ثلاث حاجات هذه احد ضباط البحرية اللي كان عنده قال له طيب في عملاء سايفر بول جوه محتجزين اللي هما يعني اتباعنا اتباع للحكومة لازم ننقذهم وكمان في روبلوتشي ومن ذا الكلام يعني حاول انه يشجع زحل او ساترن انه لا في ناس كمان لهم قيمة نقدر ننقذهم مفروض ننقذهم لانه ذي العدالة اللي احنا قاعدين نحاول نسعى لها صح والعجيب انه زحل رد عليه برد مستفز جدا وماه شيء مستغرب في النهاية انت تتكلم عن الجيروسي اكثر ناس عنصريين وكلاب وطبقيين ويشوفوا الناس دونهم اسوأ شيء في الحياة وما منهم فايدة يقول زحل فيما معناه البشر من منظوري مثل الحشرات مهما تقتلهم راح يستمروا في التكاثر كانوا يقول اقتلهم سايفر بول نضاحي بالسايفر بول روبلوتشي نضاحي بالروبلوتشي راح نقدر نجيب غيرهم اهم شيء الاشياء اللي احنا نحتاجها حاليا ايش قاعد تقولي يا ارع كلام مستفز جدا اوكي هذي مبادئك هذي عدالتك بس ما تقولها قدام ضابط بحرية الادم عنده تصور مختلف عن عدالتكم تيجي تكبل عشاء قدامه زي كده انا اتوقع لو في انقلاب من داخل البحرية بيتم بيكون سببه وشعلته هذا الخطاب التافه تيجي قدام ضابط بحرية كرس حياته لتحقيق عدالتك وتقوله البشر بالنسبة لنا زي الحشرات حتى لو كانوا اتباعنا نقتلهم لانه غيرهم بيجي احا ايش قلة الحياة هذه ادروني يا جماعة انا وش اللي قاهرني من الفصل الماضي روب لوتشي قاعد يتجول واقف في الارجاء كأنه واحد من الطاقم كأنه واحد مننا ولا حد معطيه اي اعتبار نتهكي الاخ وحمامته على كتف ولا هم قيد ولا مفكو عادي جالس بينهم كأنه واحد منهم انا ما نعارف ليش لوفي والطاقم مخلينه كده ياخذ راحته يعني كأنه في بيت ابوه ممكن قتاله مع لوفي كده لوفي قال اوه هذا قاتل معايا خلاص هو حليفنا ما ادري وكل انا نعرف ان لوفي سهل تكسب صداقته اذا اثبت له فعلا انك شخص مختلف او شخص على الاقل في صفه بس يا جماعة اذا تمثيل روب لوتشي مشي على لوفي يقولوا لوفي يعني عنده مشكلة في الحكم على الاشياء اذا تمثيل روب لوتشي مشى على لوفي كيف مشى على نامي كيف مشى على روبين روبين اللي شافت الهوائل من السايبر بول او السايبر بول كيف مشى على زورو كيف مشى على سانجي ليش تهاركين روب لوتشي يمتكي بينهم كذا بكل بساطة ليش على الاقل قيدوه هل تشوه شوفوا ايش في جيبه شوفوا ايش فيه اجهزة تنص وتلابزها لوتشي هذا لو يحلف ويقسم ويتعهد قدامي صدقوني مستحيل اثق فيه واحس هذا الطبيعي هذا الصح كيف ما خلينه في النص بينكم في ضرف حرج زي كذا يقول لهم الهبالة اقسم بالله في شي مستفز في شي مستفز في هذا الجزئية اتمنى انها تتبرر في المستقبل بطريقة او باخرى لانه لو كذا تركوه فقط من دون سبب لانه قاتل معاهم وخلاص لا معليش والله اودي قاعد يستهبل ايش هذه الهبالة والاخس والادهاء والامر من هذا كله انه روب لوتشي بالفعل طلع قاعد يسرب المعلومات من داخل القبة كل شي قاعد يصير قدامهم يعني الجرس يسألوا لوفي ايش فيه واش ما فيه مرض عليهم روب لوتشي وصل لهم معلومات اكثر من اللي كانوا بيقضوها من لوفي كم عددهم وايش خططهم وايش ناويين يعملون شوف يا جماعة فيه ناس يثمر فيهم المعروف ويثمر فيهم الخير تسوي معا خير يتغير يتأثر زي عملاء السيفربول اللي مسجونين داخل الجزيرة او تحت الارض لوفي راح قدم لهم الاكل واطعمهم واساعدهم شكروه شكرا لك يا لوفي نحن ممتنون وا 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 من ذا الكلام بس لانه اعطاهم اكل وانقذ حياتهم او خرجهم او بيخرجهم من ذاك السجن وفي ناس كلاب وعبيد ومستحيل يتغيرون ويثمر فيهم المعروف ياب احسنت مثل التبن روب لوتشي لوفي زورو هزموه هو وكاكو وربطوهم ودعسوا عليهم دعس حرفيا ورهم مقامهم ولما جوا السيرفم انقذوهم وفكوا قيودهم وقالوا لهم يلا قاتلوا معنا علشان تنجوا بحياتكم ومع ذلك الكلب روب لوتشي ما ثمر فيه مجالس ينقل معلوماته مجالس يؤدي دور الكلب والعبد لحكومة العالم ما راح يثمر فيه شي روب لوتشي الهزيمة ما تكفيه الدعس ما يكفيه الحل الوحيد لروب لوتشي لازم يموت غير كذا راح يظل ابرة في مخنا الين تنتهي القصة عموما وابل حديث عن السيرفم يا جماعة انا مرة كنت قلقانا الصراحة من السيرفم وكنت اعتقد انهم راح يشغلون في حياتنا الفترة طويلة يا رجل كنت تتوقع انه هزيمتهم من المستحيلات انها تتم بكل بساطة او كنت تتوقع انه هزيمتهم راح تتم بواسطة اختراق الصلاحيات يعني واحد يعطيهم امر بالتوقف توقفوا عن القتال يتوقفون برمجيا بس كلنا عارفين التسلزل الهرمي للصلاحيات والفوضى اللي جوة الصلاحيات ولكن تفاجأت انه كل السيرفم ينهزموا سيرفم جيمبي اندعس سيرفم ميهوك اللي كنت خايف منه اكثر شيء اندعس وسيرفم كومة كمان اندعس يقلعهم القوة اللي وصلوا لها الطاقة مشيخ ولكن برضو في حاجة مرة مثيرة للاهتمام بخصوص السيرفم اوكي تم حبسهم داخل فقاعات ومعه صاروا يقدروا يتحركوا او صاروا مسجونين لان الفقاعات هذه تعمل مثل عمل الاحجار البحرية وتقيد او يعني تخفي قوة مستخدمين الفواكه واللي هي جزء من قوة السيرفم ولكن الفعلا مثير للاهتمام يا جماعة في السيرفم هو انه عملية استنساخ السيرفم عملية دقيقة جدا لدرجة ان سيرفم بوهانكوك كان يحمل نفس مشاعر بوهانكوك للوفي يقلعهم من زحف لكن انت تخيل ان حب بوهانكوك للوفي موجود في الدي اني تبعها لو تنسخ بوهانكوك مئة مرة راح تقع في حب لوفي مئة مرة سيب هذا كله شايفين موضوع الصلاحيات الاوامر اللي مين يعطيها للسيرفم ومين ما يعطيها مشاعر بوهانكوك الموجودة في الدي اني تبعها او في الحمضة النووي تبعها قدرت تتغلب على كل البرمجيات هذه وتسمع كلام لوفي لوفي يقول لابوهانكوك والنسخة والسيرفم تبعها فك التحجير عن الطاقم قالت ابشر انت قلت اللي احبك ابشر الان فك التحجير عنهم اذا هذه مو اغرب معلوما صدمت فيها عن السيرفم معرف ايش تكون يا رجل حتى فيجابانك اللي صنع السيرفم ذولي مصدوم مو متوقع انه المشاعر مشاعر السيرفم اللي منقوله من جسد شخصيات حقيقية ممكن تأثر على تصرفاتها وتخليات التصرف بشكل مختلف حاجة مرة رهيبة صراحة انه اودا لفت النظر عليها وترك لنفسه مخرج مرة جميل ومقنع طيب يا جماعة الان عندنا قبة سماوية او حاجز سماوي او ايا كان حاجة شفافة تحيط بجزيرة فيجابانك او جزيرة الاقهد ولكن مشكلتنا مع هذا المكان انه اذا اغلقت القبة هذه ما حاجة يقدر يدخل ما حاجة يقدر يخرج والقبة الان هذه مغلقة برقم سري والرقم السري موجود عند مين ياب موجود عند التبن يوريك فكيف راح نفتحها يا ولد واحنا ما نعرف الرقم السري واكيد اكيد يوريك ما راح تعطينا الرقم السري عن نفسي والله مستعد اجيب خيزران وامحطها الين تعضى الارض الكريهة دي وتقول الرقم السري شخصية كريهة شخصية غذية شخصية زق اعطيها على اذنها لين تطلع الرقم السري عموما فيجابانك وما تبقى من النسخ اللي معاه جالسين يحاولوا يخترقوا النظام حاليا عشان يفتحوا القبة ويقدروا يخرجوا وموضوع قدرة فيجابانك على اختراق القبة هو امر مرة منطقي لانه لما تتكلم عن نظام صمموا فيجابانك وفيجابانك جالس يحاول يخترق النظام اللي هو صممه فاكيد الموضوع قابل للتنفيذ وقابل للتطبيق ما هو قضية يعني فاذا مصمم النظام ما عرف يخترق النظام اللي هو صممه انا مصيبة امصيبة فلا لا تشيلوهم راح يخترق النظام بواسطة فيجابانك والنسخ الليمانك عموما يا جماعة عرفنا الان وجهة الطاقم القادمة يقلع ام السعادة يا شيخ وجهة الطاقم القادمة راح تكون البف ارض العمالقة والمحاربين النبلاء والاقوياء والاوفياء وكل حقا حلو في الحياة اعتقد يا جماعة انه جزء كبير من المعركة الاخيرة في عالم ونبيس راح تكون في جزيرة البف او راح يتم نقلها الى جزيرة البف اوكي في الاقهد راح تصير بقعة كبيرة وتهز العالم ولكن بعد الاقهد احنا وان رايحين بنروح الى جزيرة البف البقعة اللي صارت في جزيرة اقهد راح يتم نقلها ونقل اثرها والمعركة اللي فيها الى البف راح نشوف معركة حامية الوطيس في البف يا لطيف اقسم بالله يا جماعة اني متحمس لجزيرة البف بشكل ما تتصورون طبعا جزء كبير من الفرحة هذه طارت بسبب التوقعات لانه 99% من قراء مانجا وانبيس كانوا متوقعين ان جزيرة البف لابد نزورها يوما ما وبالفعل جاء اليوم المنشود تخيلوا البف سمعناها تقريبا في بدايات لوفي داخل القراند لاين واليوم بعد كم فصل كم حلقة كم حفلة صارت الروح بالفعل لالبف غير كده يا جماعة ومؤخرا اهمية البف من وجهة نظرنا كمتابعين ترى لا تقل اهمية عن اهارة سول يا جماعة موجود في البف وعنده كل شيء عن القرن المفقود وعنده كل العلوم وكل الابحاث والارث النضالي اللي اخذوا معاه من اهارة لكم ان تتخيلوا ليش انا متحمسة لكم ان تتخيلوا كمية الاسرار اللي راح نكتشفها في جزيرة البف ان شاء الله ان اودا يعني قاعد يلمحنا لكذا اسرار كثيرة ومعلومات كثيرة موجودة في البف الطاقة مرايحين لالبف فاحنا امام استكشاف اسرار كثيرة عن القرن المفقود يا جماعة جزء كبير من اسرار قصة ونبيس موجودة الان في البف والطاقة متوجه لالبف علشان كذانا كمان متحمس يا رجل من الفرحة لوفي وقوسب اخترعوا اغنية الباف باف الباف باف المهمن نحن امام اشياء واسرار كثيرة بتنكشف في جزيرة البف يا جماعة طيب يا عزيزي القرصانة الان عندنا الخطة كيف نخرج من الاقهد خلوا جزئية القبة دي هذه قضية الان فيقابانك قاعد يحاول يخترقها ولكن كيف نخرج الجزيرة محاطة بالسفن وغير انه سفينة ساني جو موجودة فوق الغيمة يعني حتى نزولها امر صعب ففيقابانك قال يا ابوي عندي فيقافورس يشيل السفينة تبعكم ويطير فيها بس المشكلة انه في نص طيرانه بيطيح لانه ما يقدر يطير خارج حدود الطيران او خارج حدود الطاقة المسموح يطير فيها فايش الحل قال له فرانك عندي وانا ابو هندي ما عليك انت خلي الروبوت يطير فينا الين يطفي اذا طفى احنا نقلع ترى عندنا كذا في حاجة جوة الساني جو تخلي السفينة تطير وتطيرنا الكيلو متر تقريبا ما راح نبعد عن البحرية وبتكون الامور طيبة وبالفعل هذه الخطة اللي راح يتم تنفيذه الروبوت الاسمه فيقافورس اللي هو اصلا في البداية شال السفينة وطلعها لفوق الغيمة راح يشيلها ويطير فيها بالطاقم والناس اللي داخلها ولما يطيح او تنتهي طاقته او تنتهي حدود مقدرته على الطيران راح يسوي فرانكي الدفعة اللي تخلي ساني جو تطير حيث يصير بيننا وبين سفن البحرية مسافة جيدة وما يقدروا يلحقونها بسهولة ونوصل الالبف وهناك عاد ربنا يحلها ربعا هذه الخطة اللي مكتوبة على الورق او اللي سمعناها بس التنفيذ لسه ما راح نشوف التنفيذ ما راح يتم بكل بساطة كذا لانه عندنا اكثر من مصيبة في انتظارنا يا جماعة وبالتحديد مصيبتين اول حاجة كيف راح نفتح حدود القبة هذي كيف راح نفتح القبة هذي بحيث نقدر نخرج والمصيبة الثانية كيزارو دخل داخل القبة بعد الضارب الان والله اعلم ايش بيصير هل بيوصل للطاقم ولا لا وبالحديث عن كيزارو يا جماعة وانا للامانة بعد فصل اليوم احترمت كيزارو جدا وانا اشوفه صراحة من الشخصيات الغامضة واللي تشك في توجهاتها من بداية القصة عندما تشوفه كذا يستسلم بسهولة بطيء في اتخاذ قراراته تحس انه دائما يحب يعطي الناس من حوالينه فرصة يا رجل حتى لما كان يبايقتل زورو في ارخبيل شابوندي يلس رافع رجلو ساعة يرحم امكم احد يدخل انقذوا خويكم يرحم ابوكم ساعة هو رافع رجلو حتى في المارينفورد لما حاول يدخل مع كاينو بس بمجرد ما نائب تشانكس رفع عليه السلاح كذا قال اوكي انا اش تسلم اللي بقول لكم انه كيزارو عنده عدالة مختلفة فعلا هم قالوا انه عدالة العدالة ايش اسمها العدالة المبهمة بس بالفعل ترى احس انه عنده تطبيق مختلف للعدالة من وجهة نظر واتوقع وبنسبة كبيرة انه العدالة اللي تنفذها البحرية وحكومة العالم ابدا ما يتفق معها فايش بيكون وضع كيزارو مستقبلا ما اتوقع انه راح ينساحب ويتركهم مثل ما تركهم اوكي جي بس اتوقع انه بيكون له دور مرة مهم في تغيير مسار القصة من وجهة نظر العدالة على الاقل او من ناحية العدالة ما ادري هل ممكن يتصادم يوم هو واكاينه بحكم انه عدالتهم مختلفة عن بعض مرة او لا ولكن مثل ما قلت لكم كيزارو قد يكون له دور في تغيير مسار القصة بشكل ولو بسيط او على الاقل من داخل البحرية فنرجع لموضوع مبادئ كيزارو وتخيلوا انه احد اعمدة القصة واقوى الشخصيات في حكومة العالم اول جيروسي بالتحديد زحل يقول له اسمع ودخل جوه وسوي كذا وكذا وكذا قال لا ما اقدر قال له ليش قال له والله عندي صديقي ناك احترمه وهذا يخالف مبادئي لازم اواجهه واعطيه او اخليه يؤدي واجبه تجاهي بشكل كويس بما انه الشخص هذا عازم على اداء واجبه لازم انا اعطيها الشيء اللي هو يحتاجي قدمه سوان فزت سوان هو فاز ما يهم انا مبادئ يتملي علي اني ما اجاهل ابدا لانه شخص عزيز وغالي علي وبالفعل يا جماعة وهذا الطبيعي يعني قدرة كيزارو على اختراق الحاجز هي امر مرة منطقي ومبرر كون اصلا كيزارو عنده القدرة على الانتقال بواسطة الضوء يا رجل هو كله عبارة عن ضوء فاكهة الضوء الضوء يا جماعة عنده القدرة على العبور من خلال اي شيء شفاف اذا كان الشيء هذا قزاز ليزر فقاعة بلاستيك طالما انك تقدر تشوف من خلال هذا الحاجز كيزارو يقدر يعبر من خلاله من دون اي مشاكل وفي بداية المعركة اللي صارت بين كيزارو وبين سنتو مارو للامارة كان في فريم مرة مرة رهيب واعجبني واللي اعتقد والله اعلم انه اودا جالس يسخر مننا او من مفهوم العدالة مش مننا اللي جالس يقدمها داخل عالم وان بيس الفريم هذا يا جماعة زي ما انتم شايفين سنتو مارو لابس عبايا مكتوب عليها عدالة في نفس الفريم هذا برضو كيزارو لابس عبايا مكتوب عليها عدالة ومع ذلك كلا العدالتين يتضاربون فيما بينهم بالرغم من انهم كانوا يوما ما تحت مضلة عدالة واحدة وهنا يوريك اودا ان العدالة في عالمه لها اكثر من تفسير مثل ما لها اكثر من تفسير في عالمنا الواقعي ومثل ما الصفة الطائية عرفوها باكثر من طريقة واكثر من شكل مفهوم العدالة عند اكاينو بشكل مفهوم العدالة عند كيزارو بشكل مفهوم العدالة عند اوكيجي بشكل مفهوم العدالة كمان عند سنتو مارو كمان بشكل مختلف او كانت بشكل واصبحت بشكل مختلف تماما الان وللأمانة سنتمارو يا جماعة من الشخصيات اللي فعلا احترمتها مؤخرا ومرا حبيتها فأتمنى انه ياخذ حقه في هذا القتال إذا لم ينتصر أتمنى على الأقل انه يقارع كيزارو بالشكل اللي يليق فيه يا وجيه تكفل عاد تقول يقارع الله يخليك أنا آسف لا 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 بإذن الله بإذن الله بإذن الله الأمور طيبة الأمور طيبة إن شاء الله كيزارو يحبه هو يحب كيزارو فبتكون معركة يعني إيش أنا أدري وفي نهاية الفصل كالعادة يعني وكمعظم الفصول أودا علقنا تعليقة بنت 66 تعليقة وترك لنا فرصة كبيرة للنقاش والتحريات مثل ما نشأ كل شي في نهاية الفصل يهون خلونا نقول انه كل شي في نهاية الفصل يهون اقتال كيزارو سنتمارو اعطاء الباسيفيز تأمر بمقاتلة السفن الحربية كل هذا يهون أمام ردة فعل لوفي ملامح لوفي يا جماعة اللي شفناها في نهاية الفصل مختلفة تماما كلنا نعرف لوفي يا جماعة وكلنا نعرف شجاعة وجرأة لوفي ولكن هل ردت فعل لوفي المرعبة هذه اللي توضح الرعب على ملامحه اللي توضح الرعب على محياه هل لأنه استشعر وجود كيزارو أو لأنه استشعر وجود شخص آخر يعني ممكن ننظر للموضوع بطريقتين طريقة الأولى انه فعلا لوفي استشعر وجود كيزارو في نفس الوقت جاله فلاش باك لكل المصائب والهزايم اللي صارت لهم فرخبيل شابوندي انتم مستوعبين لوفي استشعر وجود كيزارو أول ما استشعر وجود كيزارو بوم افتكر الفلاش باك وتفرق الطاقب والهزيمة اللي صارت لهم فرخبيل شابوندي علشان كذا كانت ردة فعله جدا مرعوبة مش بسبب اللحظة دي بل بسبب الذكريات اللي جاتوا في هذه اللحظة غير كذا يا جماعة معلش كيزارو مش سهل كيزارو أدميرال وقوة جدا قوية في أسطول البحرية معلش بلاش نستهين فيه يعني الخير الثاني انه لوفي استشعر قوة شخص آخر داخل الجزيرة وممكن يكون هذا الشخص هو زحل كيف دخل للجزيرة ايش صار جوة الجزيرة الله أعلم ولكن اللي برجع اكرر لكم انه ردة فعل لوفي وملامحه في الفريم هذا ما هي سهلة أبدا توريك انه لوفي مرعوب ولوفي صعب ترعبه صعب تخوفه او انه المشهد هذا جاء في وقت مختلف يعني الفريم الأخير والفريم هذا اللي جات فيه ردة فعل لوفي كان بينهم قفزة زمنية يعني معركة كيزارو خلصت وكيزارو يكون وقتها متجه الى لوفي والطاقم وهو موقظ فاكهته لانه لو شفته قبلها يقول لك ضوء قادم من الأسفل تعليق زي كده مو سهل انك تقوله ضوء قادم من الأسفل إلا لو انه ضوء مرة قوي فممكن يكون إيقاظ كيزارو هو السبب اللي خلى لوفي يستشعر الخوف والرعب هذا خلاصة الكلام كل التلميحات اللي تركها لنا اودا تقول انه كيزارو هو اللي قادم وهذا هو الشخص اللي استشعر وجوده لوفي ولكن انا عندي إحساس وبنسبة ما هي مرة كبيرة بس عندي إحساس بنسبة جيدة انه اودا عنده كلام ثاني وانه السيناريو هذا اللي يبغى نخبط في بعض فيه ويطلع في النهاية اللي قادم شخص مختلف تماما ممكن شخص غير كيزارو ممكن يكون ساترن أو زحل أو ممكن يكون شخص حليف جديد قادم للطاقم وجالس يضارب مع كيزارو بطريقة ما ولوفي استشعر وجوده في ذيك اللحظة معركة كيزارو مع سنتو مارو انتهت وبدأت معركة جديدة والشخص اللي جاء واستشعر وجوده لوفي هو حليف لطاقم قبعة القش من ممكن يكون الله اعلم صاحب الجرح الناري دراجون واحد من الثوار واحد من بقايا طاقم روجر الله اعلم ولكن انا حبيت اطرح كل الفرضيات علشان لو جات منها واحدة صاح مستقبلا اجهز عجكم وبرضو ما يمنع اهبدولي في التعليقات ترى والله احب اقرأ نظرياتكم واستمتع فيها في ناس منكم او في ناس من المتابعين رائعين رائعين جدا وعندهم قدرة على التحليل وصياغة حجج منطقية بشكل مرة رهيب فاكتبوا لي رأيكم في التعليقات لاني فعلا نقرأها طيب يا جماعة قبل ما نقفل الفيديو في معلومة مرة مهمة بنرجع لها وراء هي ذكرت في نصف الفصل تقريبا بس انا خليتها الاخر الفيديو علشان نقفل فيها وهي بوني او بنت كوما شفنا كيف بوني تغيرت تغير تقريبا جذري وتغيرت نظرتها تجاه فيجابانك وتجاه ابوها حتى يا رجل نفسياتها تغيرت البنت صارت مبسوطة وهذا يعني انها شافت شي فيه ذكريات ابوها خلاها تغير رأيها عن ابوها وعن فيجابانك وعن كل شي سواه ابوها فيها او ابوها فيه كل شي سواه ابوها فيها شفوا يا جماعة بس انا اقدر رحلف لكم انه شخصية كوما من الشخصيات المثيرة للاهتمام حاليا عندي بشكل مرة مرعب زي الوان بيس ايش هو الوان بيس ايش هو ماضي كوما ابغى اعرف ايش قصة كوما ايش التفاصيل المرعبة اللي رح نكتشفها في قصة كوما ايش التضحيات الغريبة والعجيبة اللي سواها كوما وليش انا متأكد يا جماعة انه كوما عنده قصة رح تخلينا نبكي ونفتخر فيه في نفس الوقت تخيلوا ان بوني بنت كوما سامحت فيجابانك وسامحت ابوها فقط لانها شافت شي في ذكريات ابوها ايش هو ذا الشي ايش الشي اللي يخلي البنت هذه تسامح ابوها على كل شي سواه فيها وفي نفسه وتقول خلاص انا مسامحتكم في شي عجيب شافته ايش هو ابغى اعرف اي ان كان الشي يا جماعة اللي شافته بوني داخل ذكريات ابوها فانا انتظروا على احر من الجمر صدقوني يا جماعة شخصية كوما يوما ما رح تكسب قلوب متابعين قصة وانبيس حول العالم ورح يغرد وينزل ويسولف ويشارك اراؤه الجميع حول العالم بعد معرفة قصة كوما اني متأكد ان عنده قصة جدا مميزة ومؤمن واثق باودا انه كاتب لنا شي جدا مميز عن شخصية كوما وقد نرى الفلاش باكل اكثر تعاسى وفخرا في تاريخ قصة وانبيس اول ما يبدأ اودا يتكلم عن ماضي كوما لاحطيكم العافية يا جماعة الى انكم وصلنا نهاية الفيديو اه بدولي تحرياتكم في التعليقات عندنا اسبوعين فاضين ما عندنا اي شي نسويه من دون وانبيس وهابلوا لايك للفيديو لو اعجبك واشترك في القناة وتعال تابعني لمواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وتويتر انا تعال تابعني في تويتر فلوس لي اولاك كلنا نسولف في تويتر نجيب فلوس يقل عم الزحف لاحطيكم العافية يا جماعة كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم